أرد ورحب فيكم أعزائي المشاهدين وصلنا معاكم الفقرة شباب الدار العالم المصغر هذا الفن الذي يتميز بدمج تلك الأجسام الصغيرة في حياتنا اليومية عن طريق عمل سيناريو يحاكي واقعنا اليومي في شتة نوحي المعنوية كأمل كالأمل والفرح والحزن ومعنا اليوم الفنان الشاب الإماراتي اختار هذا العالم المصغر ليبدع فيه ويفتح أفاق رحبة لشباب الإماراتيين ليدخلوا فيه هذا المجال يسرنا أن يكون معنا المصور الفوتوغرافي عمر مرعي عامر حمد يهلا ومرحبا حياك الله يا عمر وحمد الله على السلام يا ينا من بضيبي صحيح كيف كان الطريق؟ ممتاز الحمد لله الضباب ولا خلاص الضباب ولا البرد حين بيرو حمد الله لا المرطيب والله الجو ما بعرفينه برد ولا هذا حديثا عن هذه الأجوار أول شي خبرنا استغلت هذه الفرصة كمصور فوتوغرافي في الثلوج لماذا سمعنا عنها نزلت بسويحان سويت صورة هناك؟ لا لا أقلت صورة في البيت أهيال سينيا من دس أهيال في الحووز ويت بالقلم مجرى وسويت الطريقة مم شاء الله عليك كيف كانت بداياتك في هذا الشيء؟ يعني من كنت صغير أو الكبر أو درسته أو هويته؟ بالله أحب الرسم هذه الأشياء من دراسة أحب أطالع المبدعين في الرسم كثيرا أحب الرسم كثيرا والتصوير لم أكن تعرف أني أنا نفسي فيه إلا بعد أن وصلتني أول هدية من أخ عزيزي غالي عليه في 2005 كانت أول كاميرا وعطاني كاميرا كانت كاميرا قوية في السوق حق شركات إعلامية يعني كاميرا كانت قوية ويلا أعرف شيء كانت كاميرا حتى كتبت أضرب الصورة تظهر حلوة لا أعرف، لا يوجدها فيه أوتوماتيك فلا كنت أعرف شيء يعني أنت تعلمت عليها إذا لا يوجدها أوتوماتيك هذه هي مشكلة أبدأ رأي الصورة ما هي الصورة ؟ هل تذكرينها الكوكاكولا؟ أحد الكوكاكولا تكسرت الكوكاكولا خبرنا عن الصورة، ما هي معناتها؟ الصورة تذكرين كوكاكولا كان الأطفال عندي في البيت الكانديز والحلويات عندهم فاشتغلت على الصور هذه عن الحلويات جميلة جدا عالم مختلف فعلا أنت الصور هذه أنت رضي مشكلها أنت يعني أنت أنت إخترع الصورة أنا أخترع الصورة والسيناريو والرسالة التي توجهها منك هادي شو الرسالة منها لأن في رياضة في حبوب الحبوب هذه مثل ما تدل يعني المتن مرض والهلثي في كذا طريقة له فهذا الحل أن التاقل سمتش بدلا تروح الحبوب الأوميغا وحبوب الستيرويد وحبوب الستيرويد يأخذون إمار تلعب طايرة من بين هذه قليلنا نحن نحن القهوة الآن خبرنا عنها هذه كانت فكرة عادية أنا من محبين الكوفي من البضاعات التي كنت أطلبها والأشياء التي أطلبها كانت العمال التي يعملون فيها الكوفي وسويت الفكرة وسالفت الخيار الخيار تدل على الجولف كورس كانت نعم فعلا أنتم حطي لعيبة يلعبون جولف و يوجد فيتامينات فعلا يعني أنا شو رأي ريم أنا حاسب أن شيء غريب و يهيد علي صراحة هاي مجسمات صغيرة تحطون على الصور وإنما تدخلهم في بعض التقنية تصويرية هناك الكثير من الاجتماعي يفكرون أنني أفعلها في فوتو شوب نعم وأنا كنت أذكر لهم دائما أن هذه المجسمات قياسها 1.87 مليمتر نعم يعني قد الضفر يعني المجسمات هذه نفس نحن نحن لعبة لولية حيد الجنود التي تحطن نعم بس قد الضفر على أصغر عنها على أصغر عنها على أصغر عنها يعني تشوفها بالعدسة تكبرني وما توصلها لازم يعني شغلانة نعم يعني تشوفين الخضرة أو الأشياء هذه أقدر أخليها كملاعب من الصغر اللي هم فيه تقدر توصل أشياء يعني كدر رسائل منها من وين استوحيتها هذه هذه بدت عندي في تقريبا 2010 طبعا التصوير دخلت فيه كده مجال فيه دخلت البرتريت واللندسكيب والوائد لايف ولكن ما حسيت نفسي فيه دخلت على العالم الماكرو اللي هو التصوير المقرب فبديت أصور الحشرات وأتعمق أكثر كنت أشوف بين المسافة بين الكاميرا والسبجك كيف يكون أتعلم فيه عن طريق اليوتيوب طبعا ما دخلت معاهد أو الدراسات ما درست الفن التصوير والله اليوتيوب ما يقصر يوتيوب و جوجل هايلا أعمل كلها الحقيقة ما شاء الله عليهم العم جوجل مزمي اينا إذن خبرنا عن العالم المصغر هذا خبرنا عن تقنيات الفن فيه ايه شو في العالم هذا المصغر صراحة يعني مثل ما يعني أنا ودي هذا المادة تكون أكثر تعليمية عندنا في الإمارات و دول العربية ليش لأن تقدرين تخترعين أي رسالة في أي حدث يصير وتبثين في العالم صحيح إذا أنت قوية في التصوير الفوتوغرافي أو الإعلام يبثة فتحطينه في يوم وليلة صار حدث عندك بعد نص ساعة أنت مخترع صورة ماشي وتوصل رسالة وهذا الفن النوع اللي فيه مثل المصورين الكبار اللي هم في العالم اللي يصورون فيه تقريبا سبعة إلى تسعة شخاص يقولون أن فن فيه أدب وفيه أخلاق فعلا يعني فيه جمالية مش طبيعية رسالة إنك توصل رسالة في صورة جميل جدا نتكي العافية صراحة ويدحينا إن شاء الله نكون يعني عمزين عمزين صعوبات شيء واجهك في المجال الصعوبات والله وصلت فيني لأن هذه الشخصيات كثير حتى من المتابعين عندي في التواصل الاجتماعي يسألون وين ودهم يشترون وين ودهم يوصلون هذه الشخصيات الصغيرة هي صنعة فقط لمجسمات القطارات تعرفين اليوم في أوربا وفي اليابان وآسيا يعني عندهم القطار شيء أكثر من السيارة يعرضون في معارض قطارات مجسمات كبيرة نعم ففي المتجسم على ساس أن يكون حي كانوا يسوونه الشخصيات الصغيرة أصغر من القطار على ساس أن يبين قدام الزوار في المهرجانات أو شيء يشوفون هذه الشخص الصغيرة هذه مع القطارات فهذا يبين أن العالم المصغر هذا يعني مثل ما تقولين يعني من صعب تشتريه لأن ما في محلات تبيعة مثل المحلات لأطفال المتعارف عليها عندنا نحن نعم وثاني صعوبة وصلت معي فيه طريقة الشحن لأن ما يصير أشحانة دائلت لأمارات نعم لأن تمر من بلاد لبلاد نعم فأنا أسوي مثلا ويرهاوس عندي في اليابان نعم أشتري هي من ذاهبين ويرسلamt أمريكا الويرهاوس اللي عندي في أمريكا من أمريكا يوصل عنده يصير دبل كوست وسعرهم جدا غالية إن شاء الله أنه ما في صعوبات يعني بعد الإبداع أننا نحن جفناه ودمنا وصل بين إيدان شباب إماراتيين مثلكم إن شاء الله أنتم خميلوا بركة إن شاء الله وإذن الله طبعا الحديث يطول على العالم المصغر هذه والجمالية اللي موجودة نشكر وجودك معنا إن شاء الله في حلقات ثانية إن كنكمل الموضوع إن شاء الله